هادي القيار دائما ما يتعرض الفنان والذي تسلط عليه الأضواء للعديل للأخبار منها ما يكون صحيح ومنها ما يكون مجرد إشاعة أو خبر بعيد تماما عن الصحة وقد انتد الأمر أن تطلق الشائعات والأخبار الكاذبة في وفاة نجم معين والأمثلة كثيرة مثل الفنان عاد الإمام وهو أكثر فنان تعرض لشائعة وفاته بجانب أيضا الرئيس السابق محمد حسني مبارك ومنذ صباح اليوم خرجت علينا المواقع الإخبارية بخبر وفاة الفنان هادي القيار ليقوم نقيب المهن التمثيلية الدكتور الشرفزكي بإصدار بيان حول تلك الأخبار ما هو البيان؟ وما حقيقة وفاة الفنان هادي القيار؟ هذا ما سنعرفه بعد دقائق قليلة فتابعونا إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابع للقناة ليصلكم كل جديد وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو نفى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرفزكي شائعة وفاة الفنان الكبير هادي القيار والتي تم تداولها منذ ساعات على بعض المواقع وقال زكي في تصريحات خاصة إنما يتم تداوله غير حقيقي وكذب مؤكدا أن الفنان هادي القيار يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهر حالته أو وفاته جدير بالذكر أن الفنان هادي القيار تعرض مؤخرا لالتهاب رئوي حاد إثر إصابته بمايكروف الرئاق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واستقرت حالته الصحية وكان من المفترض خروجه من المستشفى في اليوم ذاته إلا أن الأطباء فضلوا بقائه لفترة تحت الملاحظة وأكدت زوجته والفنانة نهال عنبر أن حالته في تحاصر مستمر ويشار إلى أن هادي القيار شارك في مسلسلي قمر هادي مع هاني سلامة وولد الغلابع مع أحمد السقى خلال شهر رمضان الماضي ونحن نتمنى السلامة للفنان هادي القيار ونسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية